رغم تدخل الروس عام 2015 ومن قبلهم إيران لإنقاذ الأسد من السقوط إلا أن مناطق النظام لن تكون مستقرة وستعاني المزيد خلال العام الحالي من عدة أزمات قد تكون أسوأ بكثير مما عانته سابقا مجلة فورين بوليسي أكدت أن الملف الاقتصادي الذي خرج انهياره عن سيطرة النظام مع دخول العام الحالي هو أحد أبرز أسباب عدم وجود أمل في استقرار سوريا فنصف البنية التحتية في البلاد مدمرة وتسعون بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وسط ضخم كبير وانهيار غير مسبوق لقيمة الليرة فحتى حليفة النظام إيران خفضت إرسال نفطها إليه وضاعفت السعر وطالبت بالدفع النقدي بعدما كانت ترسل نفطها إلى النظام وتسجل سعره كدين عليه الوضع الاقتصادي المزري دفع النظام لاتباع سليب أخرى لجني المال وزيادة ثروته من خلال ابتزاز السوريين ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وانتشار الرشوة إضافة لتجارة المخدرات التي باتت تشرف عليها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رئيس النظام تقول المجلة وتضيف أن سوريا تعيش في ظل نظام منبوذ على المستوى الدولي وتؤكد أن اللاجئين السوريين يرفضون العودة في ظل بقاء الأسد ونظامه وأن موجة هجرة السوريين غير الشرعية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة مئة بالمئة في عام 2022 ومن المحتمل أن يكون هذا نذير شؤم لما سيحل في سنة 2023 عام يشير تقرير مجلة فورين بوليسي إلى أن أيامه ستكون مليئة بعناصر احتراق خطيرة للنظام الأسد الذي فقد كافة أوراقه فإيران وروسيا ليستا في وضع يمكنهما من إنقاذ حليفهم في دمشق